اهلا بكم معكم سامو التدروس بحث مصري في معهد هدسون في واشنطن وانا عمار عبد الحميد كاتب وناشط حقوقي سوري مقيم في واشنطن ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وكمان على حساباتنا على تويتر والانستغرام جوهر قضية الشعب الفلسطيني هي قضية اللاجئين الذين طردوا وهجروا من أرضهم في العام 1948 ومن المفترض حسب قرارات الأمم المتحدة وبالتحديد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 أن يعود هؤلاء اللاجئين إلى أرضهم ووطنهم الضغوط تتزايد على الحكومة الأردنية التي تجرد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيها من صفة لاجئ طبعا هل يقوم بهذه الضغوط هو جارة كوشنر مستشار رئيس الأمريكي لعملية السلام والهدف الرئيسي فيما يبدو هو إغلاق ملف العودة بشكل نهائي المشكلة هون أن هذه الخطوة عم تصير بالوقت اللي الإدارة في نقلة السفارة للقدس وعم تلوم حماس بشكل حصري فيما يتعلق بالعمليات والمشاكل اللي عم تصير بغزة فعمليان الفلسطينيين عم يجردوا من كل الأوراق الإسرائيليين عم تحصلوا على كل شيء بالدنيا لسهما نعرف شو هي رؤية السلام اللي موجودة عند الإدارة يعني الإدارة عم جرد حالة من مصداقيتها عم جرد الفلسطينيين نغراءهم في مشكلة هون دبلوماسية كوشنر هي دبلوماسية فشنر بس ده ما ينفيش عمارة أن في مشكلة حقيقية عندنا عدد اللاجئين الفلسطينيين اللي بيخرجوا في 48 سبعمائة ألف واحد بيزيد عليهم 300 ألف سنة 67 اللي عايش من دول النهاردة من 20 ل 30 ألف واحد رغم ذلك الأنروا بتحسب أن فيه 5 مليون و 200 ألف راجع يعني بيحسبوا ولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم بفيش فعي مكان في العالم لاجئين بالوراصة بيتحزبوا بالطراطي هلأ طبعا في مشكلة مع عدد اللاجئين في مشكلة فيما يتعلق بحق العودة بس هاي القضية لازم تتناقش على طاولة المفاوضات مهيك؟ يرز من غيره أحكام مجلة الأحوال الشخصية أننا لن نشيره علاقة بحكاية الدين ولا بحكاية القرآن ولا بحكاية الآيات القرآنية أحنا عنا التعامل مع الدستور اللي أحكامه آمرة كما قلنا ونحن في دولة مدنية جدل لن ينتهي في تونس وفي مختلف بلدان الشرق الأوسط بعد خطاب الرئيس التونسي في عيد المرأة اللي بيقول فيه يعني كلمات أو عبارات صادمة خطاب واضح فيه أن ما فيش مرجعية دينية بيتكلم على إلغاء الإعدام عدم تجريم المثلية والأمر اللي بيثير أكتر قدر طبعا من الجدال هو اقتراح المساواة في الميراث اللي بيتصادم مع فهم الناس لأحكام الشريعة يعني هاي النقطة كتير هامة جدا وتناولتها بالحقيقة كاتب اسم سنة العاجي كاتبية مغربية بتكتب لموقع الحرة وذكرت فيه هذا التناقض ما بين الشيء اللي منطلبه بالمرأة والشيء اللي منعطينا المرأة يعني المرأة مطالبة لما تطلع وتشتغل أنه تدفع حصتها الكاملة من الضرائب تكليف التأمين الصحي أي رسوم أو تكليف أخرى بينما منعطيها بس نصف حصة بالميراث يعني المرأة بالمجتمع الحديث صارت مطالبة أنه تطلع وتشتغل بس هذا الشيء تطلب أنه نحنا نغير ونعيد النظر بمفاهيم الشرعية المتعلقة بحقوقها يعني أنا متفهم موقف الناس اللي متمسكة بالأحكام الشرعية أو الدينية طبقاً لفهمهم لها لكن أنت عايز تدي البنت نص الولد أنا مال أنا أنا وغيري مالنا الطبق اللي أنت عايزه على حياتك الشخصية مش عليه نحنا أنت فيه اسلوب سهلة أوي الوصية قسم فيه طبقاً لي اللي أنت عايزه طبقاً لمفاهيمك الدينية ويسيب غيرك يقسم زي ما هو عايز وهي نقطة كثير هامة بس كمان يتطلب الموضوع مراجعة مفهوم الوصية لأن فيه إلا معايير شرعية معينة الهجوم على اقتصادنا لا يختلف عن الهجوم على الأذان وعلى عالم بلادنا الهدف هو تركيع تركيا والشعب التركي وفرض الوصاية عليه الأزمة المالية في تركيا تتعمق على الرغم من تأكيدات أردوغان بأن الله مع تركيا يعني بغض النظر عن أردوغان وتصريحاته أكيد هذه الأزمة التي تمر في تركيا إلى جذور أعمق وأقدم حتى من المحاولة الإنقلابية التي صارت مؤخرا إلا علاقة بسوء الإدارة إلا علاقة بزيادة كبيرة بمعدلات الإنفاق والاستهلاك بالاقتراض الكبير اللي عمصير من البنوك الخارجية وبالتدني غير منطقي لأسعار الفائدة فإذا كلها أسباب موضوعية داخلية إلا علاقة بأردوغان وإدارته إلا علاقة بالنقمع بيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال يعني على مدى أكثر من عقده نصف تم تقديم إردوغان وتركيا كنموذج للمنطقة نموذج لأن الإسلاميين بيقبلوا بالديموقراطية أو نموذج للنجاح الاقتصادي للإسلاميين نموذج الأول بيثبت فشل مع توجهات إردوغان الدكتاتورية والتاني النهاردة بنشوفه قدامنا بأنهار مش عيب أن يبقى عندك أزمة اقتصادية كل دول عالم عندها أزمات اقتصادية العيب الحقيقي في طريقة التعامل معها يعني بنبص على توليفة من نظرات المؤامرة ولوم العالم كله شعرات شعبوية هنضمر الآيفون ربنا هيدخل ربنا فتح فوق بنك يعني بيصرف لكم في فلوس يعني هذا الطريقة الشعبوية بالتعامل مع الأمور هي جمع متعتمد على اللوم الآخر ولوم الخارج يعني حتى في شريحة بتركيا بتلوم اللاجئين السوريين وبتقول أنه هن عم يشكلوا عبا على الاقتصاد بس هذا الشيء ما بيأخذ بعين الاعتبار أنه جزء كبير من تجار حلب والجزيرة يأجوا لتركيا وجابوا معهم رؤوس أموالا وفتحوا مصانع وأدوا إلى أن عاشوا الاقتصاد المحلي بالمناطق اللي هن متواجدين فيها البخرة اللي تغيرت لا اسم هذا تغير ولا أحقلك بزيء لأن هذه البخرة كان اسمها عيشة ما بعرف شو عملوا معاملات يغيروا لأسما ما بني حطوا بخرة اسمها عيشة بجنوب وما بني فصل أكتر من هذا وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل بيصرح أن الاعتراض على البخرة التركية ومنعها من الوقوف في ميناء الزهراني يرجع إلى اسمها عيشة الذي يثير حساسية في الجنوب الشيعي والحل هنغير اسم المركب إلى إسراء من ناحية أخرى عندنا مقالة هامة جدا للكاتب في موقع الهرة حسين حق عبد الحسين حول تحت عنوان قصتي مع اسم الشيعي عن الطائفية اللي بيثيرها اسمه يعني إحنا عندنا في المنطقة الطائفية تغلغلت في بلدنا حتى صارت إلى عفن المشكلة الطائفية ببلادنا مشكلة مضحكة ومبكية بآن واحد بس أنا أعتقد أن هذه القضية بالذات قضية الباخرة التركية إلى ارتباط أكتر مع رغبة مجموعة حزب الله بأنه هن يكون عندهم إدارة لكل شيء له علاقة بتقديم الخدمات بالبلاد وما تصير الأمور إلا من تحت إرادتهم وطوعهم لأنها مصدر دخل وثراء ومصداقية داخلية بن سبيلون نحن نريد أن نتخذ موقفاً ضد الإسلام السياسي نريد أن نفعل ذلك من خلال حظر الحجاب النقاب يربك لكل الوجه بحركة نرؤية ونستطيع أن نرؤية الشخص المقابل نعتقد أن رؤية الشخص المدينة تتحدث معه في قيمة أساسية المجتمعات المعركة وكذلك تنجمعات المعركة الدنمارك تبدأ بتطبيق قانون حظر النقاب على أراضيها بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية المستقيل يسخر من مرتديات النقاب سياسيين بهولندا يطالبون بإعلاق المساجد في البلاد يعني اليمين الأوروبي يصر على افتعال مشكلة حيث لا مشكلة لأنه عدد مرتديات النقاب في أوروبا كلها يمكن عدة مئات عدد المساجد اللي ممكن تكون في أفكار متطرفة عدد قليل جدا والأجزاء الأمنية الأوروبية بتفضل أنه تبقى هالمساجد مفتوحة لحتى ترائبة وتعرف شو عم نصير فيها عمليا أزمة اليمين الأوروبي هي أزمة هوية ما العلاقة بالمسلمين قد ما العلاقة بالحداثة وأنه الحداثة عم تشكلهم تحدي كمان بالنسبة لهم مثل ما عم تشكل بالنسبة للإسلام السياسي مثلا يعني ما فيش شك أنه في مشكلة في أوروبا مشكلة تطرف ومشكلة إرهاب شفناها بوضوح في عدد الهجمات الإرهابية مؤخرا داخل أوروبا وفي أعداد الأوروبيين اللي بينضموا لداعش لكن فيه أيضا والأهم من ذلك مشكلة اندماج في أوروبا فيه فشل للدول الأوروبية في التعامل مع المواطنين والمهاجرين المؤقتين المسلمين والتعامل مع قضية التنوع الثقافي بشكل عام المشكلة دي بتتطلب حلول أه طبعا بتتطلب حلول بس مش الحل أنك تقفل مساجد ولا تمنع النقاب لأن حلول دي مش حلول الليبرالية أصلا هي قمع للخريات ولن تقدم حل أصلا نحن نطلب الجميع أن يتبينوا هذا أمر أليف با في الإسلام أن نتبين تثبتوا لا تتهموا بدون تبين لأن هذا إثم عظيم الأحمدية يعقدون تجمعهم السنوي في لندن بمشاركة أكتر من 30 ألف واحد من أكتر من مئة دولة يعني الأحمدية بيتعرضوا لإضطهاد ممنهج فيه مختلف بلدان العالم الإسلامي من بلد المنشأ باكستان حيث رئيس الوزراء المنتخب أمران خان بيشجع على التمييز ضدهم إلى منطقتنا الجزائر لسه من السنة اللي فاتت حكموا عليهم بالسجن بالتعاماتهم بأنهم أفكارهم غلط يعني في ناس كتير أو في منطقتنا بيقولوا أنه إحنا ما عندناش مشكلة مع الخريات الدينية شوف إحنا ما عندناش حتى مشكلة مع المسيحيين الاختبار الحقيقي للحرية الدينية مش أنك بتقبل أديان أنت بتعتبرها سماوية هي أن أنت بتقبل أديان أو توقف أنت رفضها تماما زي الأحمدية زي البهائية زي اليزيديين يعني فعلا مفهومنا للحرية الدينية بده توسيع شوي وإعادة نظر لأن الحرية الدينية هي حرية الهرطقة وحرية أن يكون عندك أفكار كتير خارجة عن المألوف حرية أنك تقرأ القرآن والسنة والسيرة وتطلع بآراء جدا وتفسيرات جدا مختلفة ممكن تعتبر حالك نبي ممكن تعتبر حالك المهدي طالما ما عم تدعو العنف طالما ما عم تدعو الجريمة هذا الشيء من حقك ونحن مو مفروض نقمعك محكمة بريطانية تقرر بأن لها الحق في تطليق امرأة مسلمة من زوجها حتى في حال كان الزواج غير مسجل في محاكم الدولة يعني القرار له علاقة بتصرفات كثير من المسلمين بريطانيا اللي من خلال محاكم الشرعية وعدم تسجيل زواجهم بالدولة بيحاولوا يلتفوا على موضوع حقوق المرأة خاصة عند الطلاق والحضانة بهالحال هي المرأة مسلمة كانت كانت محامية رفع الدعوة لحتى تتحصل على حقوقها وأنا ما قرار المحكمة لأنه لازم لا يحل هاي المحاولة المستمرة بالالتفاف على حقوق المرأة يعني قرار المحكمة طبعا مهم جدا لحماية المرأة من التمييز باستغلال الدين أو الأحكام الدينية أنت طبعا من حق كل واحد أن هو يتجوز تبقى لأحكام الشرعية أو الدينية اللي هو منتمي لها لكن محاولة التحايل على القانون أن أنا ما سجلش الزواج ده هي مش مراتك يعني هل أنت مثلا بتدعي أن هي مش مراتك وعايش معاها 20 سنة وهي مش مراتك لا ده محاولة تحايل ومهم جدا المحكمة ترفض هذا التحايل فيه 77% من سكان مثلس مسبيرو ارتضوا التعويض وفاضل النسبة الأخرى اللي هي قد تكون محتاجة أن تتعمل لها بيوت سكنية في نفس المكان مبنى أثري جديد يهدم في القاهرة هذه المرة في مسبيرو المبنى والمنطقة كلها بيبنيها الخديوي إسماعيل في قرن 19 على الطراز الأوروبي يعني مرة أخرى إحنا لا نقدر الطراث لا نقدر التاريخ فاكر قصة القناع بتعطوت عن خامون اللي لزقوا اللي بتعجبوا سامغوا كلها أمثلة على عدم تقديرنا لطراثنا وبتخلي الواحد يقول الحمد لله أصارنا له الربط برا بيحفظوا عليها فيما تحفل عالم بالإضافة لهذا الشيء عدم تقدير التراث أعتقد في ناحية مالية هون لازم ننظر له يعني في مجموعة من رجال الأعمال حاطين عين هون على هذا الموقع وبدون يبنوا محلات تجارية بدون يبنوا أبراج سكنية يعني تراث إيه وهباب إيه لما في مالعين حتى تتعمل يسام يعني نحن بننظر دائما للموضوع من هذا المنطلق ونذكر دائما أنه هنن عم يبنوا أبراج فساد والإثراء على أنقاض الهوية والانتماء أو ما قالوا الموضوع قانوني إن إحنا ناخد القرانية وعلى غير دلوقتي مش عايف قانوني إزاي أخويا مش بيتاخد منه قرانية بس أخويا متاخد عيني كلها بس إحنا بقدوا نستند التقليل التب عشان يثبت الكلام دوت من يملك جسدك بعد موتك؟ في مصر أدى نزع قرنية ميت بدون موافقة أهله إلى إثارة جدل واسع حول قانون زراعة الأعضاء هلأ من المنطلق الليبرالي وإنساني أنا مع موضوع تبرع بالأعضاء بس بعد ما صار فيه نقاش عائلي حول الموضوع قررت أن يقيم علامة التبرع من الهوية التبعي وجهة النظر اللي انطرحت كانت كما يا لي ما بدنا طبيب هو اللي يقرر أمتى يتخلى عن محاولة إنعاشك لأن ممكن تكون حساباته مرتبطة بالمحافظة على أعضاءك من أجل الزراعة نحنا بدنا تكون الحسابات مرتبطة بأنه كل شيء نعمل حتى أنت تعيش يعني التبرع بالأعضاء طبعا عمل إنساني نبيل جدا مش ممكن هناخد الأعضاء إلى القبر علشان تتعفن ما ممكن تستغلى في إنقاص حياة ناس لكن في نفس الوقت اللي حصل في مصر ده مرفوض تماما لأن عدم موافقة الميت أو أهله باعتداء على الإنسان نفسه وعلى ملكيته الجسده وهذا بيجي إلى وجهة نظري ومخاوفي الثاني من أن الموضوع صير تجارة خاصة بمجتمعاتنا المتشر فيها كثير فساد الصير والفقراء هنا عبارة عن مزارع أعضاء متحركة للأغنية هذا شيء ممكن ينتشر حتى بمجتمعات الغربية وصير فيه عندك تجارة أعضاء على مستوى عالمي مثل السياحة الجنسية فيه مخاوف حقيقية هنا والحل لمشكلة أن ما فيش ناس بتبرع وغياب هذه الثقافة في المجتمع مش إن احنا ننزع القرنية أو غيرها بدون موافقة الناس لا الحل مجتمعي من خلال تشجيع ثقافة التبرع الصراع حول الصحراء الغربية مستمر إلى الآن ما في نتيجة المعركة ما زالت مستمرة مغرب بتتستقل سنة 56 ومن أول لحظة بتطالب بالصحراء كجزء من الأراضي المغربية شكلت جبهة شعبية البوليساريو بعام لـ 73 وأسبانيا بتعمل اتفاقية مدريت في 75 بتتفق إن هي هتنسحب والمنطقة تقسم بين المغرب وموريتانيا صار في عندك عشرات الألوف من اللاجئين بالمخيمات في كثير من الناس في منطقتنا ما تعرفش أي حاجة على العضياتي هل أنا الأوان لقاعدة جبهة البوليساريو ليعيدوا حساباتهم؟ يرحل الأسبان وطبق القضية دون حل الصراع حول الصحراء الغربية مستمر بين المغرب بين جبهة البوليساريو التدخل الإقليمي من الجزائر الأبعاد الدولية كل هذا والصراع مازال مستمر وبعد أربعين عام من الصراع مع الأغرب من أجل تحصر على استقلال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى الآن ما في نتيجة المعركة مازالت مستمرة صار في عندك عشرات الألوف من اللاجئين بالمخيمات فسؤال هل أنا الأوان لقاعدة جبهة البوليساريو ليعيدوا حساباتهم؟ سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمرة ووادي الذهب عالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يعني رغم أن الصراع على الصحراء الغربية بقالوا أوقود من الزمن فيه كثير من الناس في منطقتنا ما تعرفش أي حاجة على القضية دي يعني أمر مبسك جدا مساحة بنتكان في حوالي ربع مليون كيلومتر مربع عدد سكاننا النهاردة فوق النصف مليون 40% منهم ساكنين في العاصمة العيون منطقة الصحراء الغربية فيه طبعا مغرب شمالا وموريتانيا الجزائر والمخيط الأطلنط والمنطقة كانت خادة على فترة طويلة من عام 1884 لعام 1975 للسيطرة الإسبانية بسبب أنه بخلال مؤتمر برلين اللي صارت بالقرنة التاسع عشر اجتمعت الدول الأوروبية القوى الأوروبية وتقاسمت حصاصها بأفريقيا وطلعت هاي المنطقة من نصيب إسبانيا المنطقة ما في موارد زراعية أو صناعية كبيرة بتعتمد بهذاك الوقت كانت على تجارة العبيد كانت هي أحد الأماكن الرئيسية اللي عم يتم من خلال تصدير العبيد لأماكن أخرى بالعالم وطبعا مع نهاية الحرب العامية الثانية وبدء رياح التغيير في المنطقة المطالبات بالاستقلال بنهاية الاستعمار بيبتدي المطالبة المغرب بتتستقل لسنة 56 ومن أول لحظة بالطالب بالصحراء كجزء من الأراضي المغربية ده بيتوّق بما يسمى المسيرة الخضراء اللي بيعملها الملك الحسن الثاني في نوفمبر 75 تجاه الصحراء كضغط على أسبانيا وأسبانيا بتعمل اتفاقية مدريد في 75 بتتفق إن هي هتنسحب والمنطقة تقسم بين المغرب وموريتانيا وبهلسنا السكان الأصليين اللي ساكنين بمنطقة الصحراء الغربية بيقولوا إنه نحنا كمان بدنا يكون لنا صوتنا بالموضوع وهم كانوا عنهم نزعة استقلالية كتير كبيرة فتشكلت جبهة شعبية البوليساريو بعام 1973 واستطاعت أن تتحصل على اعتراف من الأمم المتحدة بأنه هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي بعام 1976 بالحقيقة يعني بعد ما الإسبانيا انسحبت من الصحراء تم إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واستطاعت بعام 1979 أن تتحصل على اعتراف موريتانيا بحقها بالمنطقة وموريتانيا سحبت مطالبتها بالصحراء الغربية حرب أصابات بينها وبين القوات المغربية الحرب بيطلق عليها حرب الصحراء من سنة 75 لسنة 91 91 عندنا وقف إطلاق نار لكن الأهم من ده من 80 ل 87 المغرب بتتمكن أنها تبني جدار فاصل من خلال الجدار الرملي اللي بتبنيه اللي بيديها تلاتة ربع الأرض وسيبين الربع الباقي خالي تحت سيطرة البوليساريو رغم أنه ما فيهوش حاجة والأغلب الناس اللي ساكنين بالمنطقة تحت سيطرة البوليساريو هناللاجئين بالحياة ساكنين بمخيمات على حدود الأقرب مع الجزائر وموريتانيا أعدادهم فيه مختلف عليها ما بين الجزائر والمغرب فيه من نسبة أرقام 150 ألف بالجزائر والمغرب طبعا تعطي رقم كتير مختلف عن الموضوع وأقل من هيك بكتير منرجع منقول أنه ما فيه اقتصاد تم تطويره خلال هالفترة في شوية فوسفات يعتمد عليهم بس أكتر من هيك ما فيه شيء الاعتماد عم يكون أكتر شيء على المصادر المحلية يعني القبائلية المعتادة في عندك كمان نسبة كبيرة من المغاربة بلسوا يجوا من المغرب خاصة بمدينة العيون بالذات ويستقروا فيها وأدى هذا الشيء لتغيير الديمغرافية كلها طبعا منطقة الصحراء الغربية إذا هجموا المسيرة الخضراء فسنفترسهم لا شك أنه التعنت المغرب واستمرار احتلال مغرب لبلادنا مستحيلا في الماضي ومستحيلا في الحاضر لو لا الدعم الفرنسي لهذا الاحتلال يعني الموقف المغربي طبعا مفهوم أن هذه الأرض جزء من المغرب تاريخيا أنها كانت خضعة لسلطان المغرب عبر التاريخ القبائل هناك كانت بتتفعله أموال وهو كان بيبعد قضاء أو لا لهذه المناطق الموقف ده مفهوم عندنا كمان طبعا الموقف الجزائري اللي داعم بشكل أساسي للبوليساري الموقف الجزائري بالحقيقة نشع عن الموقف المغربي اللي إيجا بعض الأستقلال اللي كان في محاولة للدعوة لإقامة المغرب الكبرى فبالتالي طالبوا بأراضي مثل التندوف وبشار اللي تحت سيطرة وسيادة الجزائر فهذا اللي أدى لمشكلة أدى بالحقيقة لحرب بالحقيقة اسمها حرب الريمان ما بين الجزائر والمغرب وعلى رغم من أنه هاي الحرب انتهت بترسيم لحدود ما بين البلدين ظل في مشاعر عدوانية موجودة بيناتهم وهذا الشي عم يترجم عمليا بالدعم اللي عم تقدم حكومة الجزائر للبوليساري ويعني ملف الصحراء بالنسبة لحكومة الجزائر هو وسيل الضغط على المغرب الموقف المغربي والجزائري بينتج عنه موقف عالمي بمعنى أن في فترة الحرب البردة الدول اللي مؤيدة لمعسكر الشرقي اللي بتنتمي لي الجزائر مؤيدة لجبهة البوليساريو بتعترف بيها عندنا حوالي 75 دولة بتعترف بجبهة البوليساريو في تلك الفترة من ناحية تانية الدول الغربية أو المعسكر الغربي بتأيد المغرب اللي هي جزء من هذا المعسكر في الحرب البردة ونهاية الحرب البردة طبعا بتغير الخريطة عندنا نجاح مغربي في تشجيع الدول لأنها تسحب اعترفها بالبوليساريو 37 دولة بتسحب اعترفها في تلك الفترة نتيجة خصوصا في أفريقيا الانفتاح المغربي على أفريقيا اللي بيؤدي إلى عودة المغرب بعد كده إلى صفوف الاتحاد الأفريقي مؤخرا وبنفس الوقت في أوروبا بالفترة الأخيرة بيصير فيه كمان تعديل بالموقف بيصير عندك الإيو والاتحاد الأوروبي أقرب لدعم جبهة البوليساريو أو الاعتراف وجبهة البوليساريو فيه عندك بالوضع الأمريكي بس فيه الوضع اختلف بين إدارة لإدارة إدارة بوش كان فيها دعم أكتر للخطة المغربية وبينما إجت إدارة أوباما وأخذت موقف أقرب للبوليساريو هلأ تحت إدارة ترامب نرجع مرة أخرى لسياسة إدارة بوش بالإنفتاح أكتر عالم المغرب وعلى الخطة المغربية سياسة بلدنا واضحة لسنا ضد المغرب أبدا لسنا ضد موريطانيا أبدا لكن نساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي لقد لحظنا للتو بأن جبهة البوليساريو لازالت على موقفها السابق هم يطالبون بتنفيذ خطط سابقة أقر المجتمع الدولي بأنه لا يمكن تطبيقها كما وردت لذلك لدينا مبادرة مفتوحة للتفاوض يمكن أن تكون هي أساس الحل النهائي إن سياستنا لم تتغير ونحن نرى أن خطة الحكم الذاتي المغربية فيما يخص الصحراء الغربية مقاربة محتملة لمعالجة الوضع في الصحراء الغربية القضية معقدة لها جوانب إقليمية ودولية إيه إمكانيات الحل؟ عندنا من ناحية جبهة البوليساريو الحل بالنسبة لها هو نفسه المطروح من سنة 73 النهاردة نطالب بالاستقلال التام طبعا جزء من ده راجع إلى الدعم الجزائري وإن استغلال الورقة بتاعة البوليساريو في الصراع الجزائري المغربي وفيه جزء تاني موضوع أن جبهة البوليساريو لم تتغير يعني نفس القيادات طبعا هي اسمها الجمهورية الديموقراطية زي كل ديموقراطياتنا العظيمة في المنطقة رئيس الجمهورية الصحراوية من سنة 76 لـ 2016 نفس الشخص محمد عبد العزيز بيموت بيجي إبراهيم غالي هو أحد مؤسسي البوليساريو في 73 عدم تغيير الأشخاص يؤدي إلى عدم تغيير المواقف والآخر عمليا تطورات بهذا الشيء صارت بنيسان 2007 تم تقديم خطتين خطة البوليساريو والخطة المغربية الخطة المغربية تقتضي بيقامة حكم ذاتي بالمنطقة الصحراوية فهي تخفى في الموقف المغربي المطالب بسيادة ما حدا يسألني شو بدي أعمل بالأرض هلأ أننا نقدمه أنه بيكون في حكم ذاتي بس الإدارة الدفاع وشؤون الخارجية بتكون بيد السلطات المغربية أما بالنسبة لخطة البوليساريو فهي نفس الشيء استقلال وعندنا طبعا الطرح الأممي أو بتاع الأمم المتحدة من خلال جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي السابق اللي قايمة على فكرة الاستفتاء فكرة الاستفتاء طبعا مش عملية سهلة لأن السؤال الأساسي مين اللي يصوت يعني التعداد الأسباني اللي تعمل سنة 74 في المنطقة طلع أن فيه 74 ألف بناية دا هم اللي عايشين فيها أحفادهم بس هم اللي يصوتوا ولا الناس اللي جاتوا عاشت في المنطقة بعدين طبعا والمشكلة هلأ صار أنه في عندك نسبة كبيرة من المغربية اللي يجوا واستقروا بالصحراء الغربية خاصة بالعيون وهن اللي عم يديروا عمليا الشؤون المحلية فمين هو اللي له حق التصويت يعني هلأ مين هو الصحراوي أساسا والسؤال الصحراوي مغربي نحن بنفرض أفكار الدولة الحديثة على منطقة كانت قبائلية يعني وقت الأسباني وقت سنة 75 كان في قبيلة ممكن يكون أرضها في المغرب لكن بيطها في الناحية الثانية من الحدود الحدود نفسها حديثة على الموضوع كله ولا ننسى أنه إذا بدنا نحكي بإدارة دولة بإقامة دولة وإدارة مؤسسات الدولة حاليا هللي مشرف على الموضوع المؤسسات اللي عمليا تعتبر حديثة لحد ما هنالمغاربة معظم الصحراويين يا للأسف شديد بمخيمات لاجئين يا أما خارج البلاد فعمليا إذا بدك تحاول تعمل هلليا حاليا جمهورية صحراوية مستقلة بدون مشاركة مغربية حيكون شبه مستحيلة لأصلى ولنا هنا موقف أكثر من أربعين سنة مضت على إعلان البوليساريو لتأسيس الجمهورية الصحراوية أربعين سنة تغيرت خلال الموازين والحسابات الأقليمية والدولية بطريقة أضعفت موقف دعاة الاستقلال الساعة ما راح ترجع لورا الحل الوحيد للمدعوم دوليا بالوقت الحالي هو حل الحكم الذاتي يمكن من الأفضل أن يتفاوت قادة البوليساريو حول آليات هذا الحكم عوضا عن رفضه بشكل مطلق قضية الصحراء الغربية قضية معقدة ما فيه شك أن حق تقرير المصير حق طبيعي ومن أساس الخرية لكن الحق ده المين للمولودين في المنطقة للي أجدادهم منها للي هاجر ليها ولا اللي عايش فيها النهاردة هل مقاومات الدولة متوفرة في المكان ده أصلا؟ من هذا المنطلق الخطة المغربية للحكم الذاتي أقرب للواقع ويجب تأييدها لأن هي أفضل متاح لإنهاء الصراع وكان هذا هو موقفنا ترجمة نانسي قنقر